عندي موضوع أخير قبل ما أطلع الفاصل وهو متعلق بمباراة الأهل وإنبي أنا في بداية الحالة أقول لكم مباراة الأهل وإنبي فيها كلام كتير يبدو كده اللي إحنا رحيين في سكة تضارب كبير جداً ما بين ربطة الأندية والتحاد الكور وأنا مش عادر دلوقتي أقول مين المسؤول عن هذا التضارب في الفترة اللي جاية ولكن أنا أقول لكم معلومة مؤكدة إحنا إن بارح كنا أجازة وآخر مرة كنا معاكم على الهوى يوم السبت اللي فات بعد يوم السبت اللي فاتما خلصت الحلقة كان معايا زميلة وصديق العزيز محمد زاهر النقد الرياضي به جارية الشروق وقال لخبر كان وقتها هو ساعتها بيكتبه بينزله في جارية الشروق وكان ساعتها بالنسبة لي مفاجأة لأن كل الكلام اللي تكتب أو اللي تقال حتى من عامر حسين كابتن عامر حسين عضو التحاد الكور والمشرف على دارة المسابقات أو حتى من الأستاذ أحمد دياب رئيس ربط الأندية كان كلام عكسي تماماً اللي سمعته من زميلة محمد زاهر واللي كتبه طلع بالفعل صحيح بنسبة 100% قال لي وقتها يوم السبت وكلام دا كان الساعة 6 المغرب وانا فضلت مستنى شوف ردود الأفعال يعني هو خبر يخص زميلة محمد زاهر فقلت شوف الدنيا هيبقى فيها ايه لقيت الخبر فيما معناه ان جهاز المنتخب الوطني جهاز المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن كان رافض فكرة اقامة اي مباراة في الدوري في الفترة من 12 مارس حتى نهاية المعسكر 26 مارس من 12 مارس ل 26 مارس المعسكر كان هيبدأ 18 الاجندة الدولية تبدأ 18 تلاتة ولكن الكابتن حسام طلب ان المنتخب يبدأ تجمعه مع اللعابين المحليين قبله ب 6 ايام وبالتالي المعسكر يبدأ 12 تلاتة مش 18 تلاتة اللي يجي 18 دوله لعابين المحليين وبالتالي كان في مباراة هنا يوم 15 تلاتة جولة من جولات الدور العام اتأجلت بشكل رسم ولكن فجئنا ان لما اتحطت مباراة الاهل وامبي اتقال ده بالتنصيق مع الكابتن حسام المفاجأة وقتها ان الجهاز المنتخب الوطن بقيادة الكابتن حسام اتضايق جدا من اقامة مباراة الاهل وامبي يوم 15 تلاتة اتضايق جدا وكان مستغرب جدا من تحديد المباراة لدرجة ان الجهاز المنتخب ما كانش مصدق ان بعد الاتفاق مع ربطة الاندية في الاجتماع اللي تم في حضور المهندس او الاستاذ احمد دياب وبالمناسبة الاجتماع ده غاب عنه الكابتن عماد متعب بس جمعت مكالمة الكابتن عماد متعب مع كابتن حسام حسن واعتزاله على الحضور لارتباطه بعمل خاص او كان ساعتا كان فيه مباراة اعتقد كان عنده تحليل في احدى الاستوديوهات المهم الكابتن عماد ما حضرش واعتزر للكابتن حسام والكابتن ابراهيم فتعامل اجتماع من كل اعضاء الرابطة مع جهاز المنتخب والتفهم ان ما فيش اي مباراة في التوقيت ده ولو هتلعب هتلعب قبل يوم 12 او يوم 12 مع تجمع الفريق فتحطت مباراة يوم 15 ده معنى ايه هل التفاصيل اللي تمت في الاجتماع الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطة نقالها للكابتن عامر حسين طب لو نقالها للكابتن عامر حسين الكابتن عامر حسين ازاي يحط مباراة بين الاهل وامبي وفيه اتفاق عكسي كده ده واحد اتنين طبيعي هذا الاجتماع ببقى ان الاستاذ عامر حسين او الكابتن عامر حسين او لو اقول كابتن ان الكابتن عامر حسين كان مدير كورة في نادي الكروم وراجل اللي بقى رياضي كبير جدا في منطقة الاسكندرية وكان مدير كورة في الانديكسكندرية واللي بقى طويل جدا هناك فالكابتن عامر المفوط كان يحضر هذا الاجتماع ما حضرش هذا الاجتماع فهل الكلام اللي وصله كان كلام غير السليم فبالتالي وضع المباراة في التوقيت ده ولا هو وضع المباراة في التوقيت ده لانه كان صعب يغير في التوقيت ده ويسيب للأهل اي مباراة مؤجلة للفترة الجاية نتيجة ان الاهل عنده ما لا يقل عن 8 مباراة مؤجلة ده رقم 2 طب رقم 3 موقف مباراة الاهل وإنبي دلوقتي ايه هتتأجل ولا هتتلعب طب لو ما تأجلتش الغاية لما كابتن خسام يعمل مؤتمر صحفي قبل تجمع المنتخب بـ 48 ساعة هل هيطلع في المؤتمر يتكلم على هذه الأزمة اللي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تتصدر له مشكلة انا بفكر معاكم وقولوكم اللي هيحصل للفترة الجاية وفي نفس الوقت بقولوكم على المعلومات اللي تمت في الفترة الأخيرة تسكين مباراة الاهل وإنبي يوم 15-3 ده جه ليس على رغبة الجهاز الفاني للمنتخب الجهاز الفاني للمنتخب عايز الفترة دي كلها مفاش مباراة رسمية لانهو لو فكرنا بالعقل برضو وهو عايز ياخد اللعبين المحلين يعمل معاهم معسكر من يوم 12 لما تحط مباراة الاهل وإنبي يوم 15 فطبيعي اللعبة دي بتاعت الاهل مش هتكون موجودة معاها تبقى موجودة في الاهلي طيب لعبة الاهل أساسا على اقل يعني بنتكلم من 6 لتمال لعيبة طيب إزا هيبدأ معسكر بالمحليين بدون تمال لعيبة يبقى هو استفاد إيه ما برضا لما نفكر بالعقل ونوزن الكلام اللي بيتقلنا من رئيس الربطة وتصرحات عضو اتحاد الكرة المشرف على المسابقات الكابتن عامل حسين يقال الكلام أصلا متضارد مش منطقي هنا هندي مساحة للكابتن حسين يعمل معسكر بتجمع المحليين وهنا بنحط مباراة الاهل وإنبي طيب هيعمل تجمع ازاي وفيه تمال لعيبة من الاهل هنا على الاهل يعني ازاي يعني هيبقى هو عمل استفاد إيه هياخد من الزمال الكام هياخد من برامد زكام هياخد 3-4 لعيبة جداد كام هيروح يعمل معسكر ب7-8 لعيبة استحالة عشان يعمل معسكر بجد بجد لازم يكون معامي شاءل من 16-18 لعب عشان يعمل معسكر بجد 6 أيام قبل ما المحترفين ينضموا لأن المحترفين اللي ينضموا برضو مش هيكونوا كتير على فكرة يعني مش هيكونوا كتير يعني أعتقد ممكن مش هيزيد عن 4-5 لعيبة ده يبقى كده عدد كبير لو كابتن حسام ضم محترفين في الدورة والدياب في الإمارات فأنا عايز أفهم التضارب ده هل نتيجة إن مفيش تنصيق ما بين أحمد دياب والكابتن عامر حسين هل اتحاد الكورة في اتجاه والربطة في اتجاه هل اجتماع جهاز المنتخب مع الربطة بعيدا عن اتحاد الكورة هل اجتماع جهاز المنتخب مع الربطة بعيدا عن اتحاد الكورة خلق أزمة ما بين الربطة والاتحاد هل في تفاصيل داخليات لسه هنشوفها في الآيام اللي جاية احنا من النهاردة لغاية معاد من النهاردة لغاية معاد الانتخابات حوالي 6 شهور او 8 شهور لو في كل ملف هتحصل نفس الغلطة مش هنخلص فرجاء من السادة المسئولية سواء في الاتحاد سواء في المسابقات سواء في الربط ياريت كل واحد يركز في شغله ويقوم بدوره ومحدش يفكر في اللي جاي سيبوا اللي جاي البعدين هو حد عارف بقرة في ايه يعني لو حد يفكر في الانتخابات من دلوقتي البعد 8 شهور ده هينعكس بالسلب على شغلك سواء انت في الاتحاد او في الربطة او في المسابقات فكل واحد يا جماعة بعد اذنكم يركز في شغله لغاية لما يحين موعد الانتخابات وقت الانتخابات بقى ساعتها لكل حادث الحديث ولكن دلوقتي الدول مش ناقص مش مستحمل على فكرة يعني مباراة الالوينب هتتلعب ولا مش هتتلعب تبا هتتأجل هتتأجل لشهر 7 طب جهاز المنتخب موقفه ايه دلوقتي تبقى للمعلامات ان انا قلتها هيعمل مؤسكر ازاي بدول عبت الاهلي والماتش ده لو ما تاخدش في قرار على المعاد المطامن الصحفي اعتقد هيكون فيه رد فعل من المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن ان دي اول لقطة ليه سواء مع الاتحاد او مع الربطة او مع المسابقات فالسيناريو اللي هيحطه من دلوقتي هو اللي هيمشي بيه كتير الفترة الجاية لكن من اول هيحصل لغبطة مش هيفاء الخطأ عند مين مش قصتي انا قصتي قصة تتحل ويكون فيه تنصيق ما بين كل الاطراف عشان الفترة اللي جاية يكون فيه دوء وتركيز سواء ما بين الاندية او حتى المنتخب اللي بالمناسبة المنتخب في بطولة كأس الاندية او كأس المنتخبات اللي فيها نيوزولندا وتونس وكرواتيا هيحصل على ما يقرب من مليون دولار لو المنتخب كسب البطولة ليه بقى واخدوا الارقام دي جديدة منتخب مصر هياخد 500 الف دولار نزير المشاركة 500 الف دولار نزير المشاركة في الدورة الودابة الامارات في 150 الف دولار تنقلات وبوكت ماني وتفاصيل انتقالات وحجز تيران ومعسقر للمنتخب في الامارات في الفترة من 20 الى 26 وبالنسبة للجوائز اللي هياخد المركز التالت 100 الف دولار اللي هيكون وصيف هياخد 150 الف دولار بطل البطولة في الامارات هياخد 300 الف دولار فلما تحسب 500 ألف نظير المشاركة 150 ألف نظير الانتقالات والمعسكر والطيران و300 ألف بطل البطولة بنتكلم في ما يقرب من حوالي 950 ألف دولار أي ما يقرب من حوالي مليون دولار للاتحاد المصري في حال إحراز منتخبنا الوطني هذه البطولة في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري أو المقبل دي أبرز التفاصيل اللي كنت عايزة أتكلم عليها والموضوعات اللي عايزين نتكلم عليها والمثارة على الساحة الرياضية في الساعات الأخيرة بطلع لبطول البطولة